يواصل البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار استكمال المشروع الخاص بتطوير وإعادة تأهيل شارع شهناز بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن المشروع الذي يدوشن خلال الفترة الماضية يشمل تطوير شارع شهناز الممتد من جولة العاقل حتى جولة فندق عدن وسط المدينة ويتضمن المشروع إنشاء شبكة تصريف مياه وإعادة ترميم وزفلتة وإنارة الطريق بشكل كلي وذلك خلال الأيام القليلة القادمة ويأتي هذا المشروع ضمن السلسلة مشاريع تنموية يدعمها البرنامج السعودي للتنمية والتي تنفذها شركة الفيصل المقاولات وهي مشاريع خدمية وتنموية تهدف إلى تحسين وتطوير مدينة عدن بشكل كامل